السلام عليكم واركاته اهلا بكم وكل سلام الطيبين النهاردة اخر يوم في سنة 2020 بكرة اول يوم في السنة الجديدة 2021 يارب تكون سنة سعيدة وجميلة على الناس كلها بمناسبة للسنة الجديدة ادي الكالندر الجديدة بتاعت السنة 2021 وعليمين عندك الشهور وادي النتيجة كمان ممكن تغير الشهر اللي انت عايزه عندك من جان لحد ديسمبر مافيش مشكلة الكالندر بيتغير والسنين عندك من 1900 لغاية سنة 2050 تعال نختار سنة 2022 مافيش مشكلة الكالندر بتاعتك بتتغير معمولة عن طريق معادلات تعال هنشوف بسرعة مع بعض معمولة ازاي دي الكلام ده اللي شفناها على الاكسل من 1900 لغاية سنة 2050 معمولة باستخدام المعادلات دي date value weekday e month وday وسيلنج معظمها معادلات بتاعت التواريخ وبعدين دي معادلة تقريب اللي اسمها سيلنج كل ده هنستخدمه مع معادلة سيكونس عشان نقدر نعمل اللستة بتاعت الايام زي ماك شايف وفي اخر الفيديو هدية السنة الجديدة هنشوف ازاي ممكن نعمل الكلام ده باستخدام معادلة let يلا بسرعة على الاكسل ونشوف الكلام ده هيشتغل ازاي زي ماك شايف حرك انا مجهز sheet عامل فيها لشرات الهيدرز ادي ايام الاسبوع من الحد لحد يوم السبب وكمان هنا هختار السنة وهنا هختار الشهر فحب دقى بسنة 2021 هختار شهر يناير كبداية وبعد كده هنشوف ازاي ممكن نغير فيهم وقصة كلها اعتمد على معادلة sequence يعني انا هقف هنا وحكتب معادلة واحدة بس dynamic array function اسمها sequence المفوض تبدأ تعدلي الايام بتاعة الشهر بتاعة شهر يناير تبدأ من اول يوم الحد ويتنتهي عند اخر يوم في الشهر طيب تعال نجرب كده نعمل مع بعض معادلة sequence الاول ونشوف ازاي ممكن تتعمل equals seq وبعد كده tab اول حاجة طلبها مني عدد السطور خد بالك عدد السطور هو يمثل عدد الاسابيع لان كل اسبوع بيبدأ من الحد للسبت ده سبع ايام فعدد الاسابيع اللي في الشهر هي تمثل عدد السطور لو انا بدأ الشهر من يوم الحد فغالبا هبقى محتاج خمس اسابيع لانه هيبقى ايام خمس سطور الا في شهر فبراير عايز محتاج اربعة بس لكن مش دي الكيس انا ممكن الشهر يبدأ يوم حد او اتنين او تلات فتعالى نبدأ كده باي حاجة تعالى نجرب نقول والله انا بحتاج خمس اسابيع طيب number of columns كما هيقولي number of columns اكيد number of columns هيبقى سبعة يعني انا عادي ايام الاسبوع سبعة فاكيد هيبقى سبعة طيب عايز لستارت لستارت غالبا هيبقى المفروض بداية يوم الحد والحد ده لمعلوماتك هو من يوم سبع وعشرين فهوفترض ان انا عارف التاريخ فهقول الديت سبع وعشرين عشان اديله ديت يبدأ منه فممكن استخدم معادلة date value عشان انا عايز ابدأ برقم التاريخ انتو عارفين طبعا التاريخ بيمثل بارقام يعني 111900 هو رقم واحد 211900 رقم اثنين وهكذا لحد يومين الحالي فعشان اعرف الفاليو بتاعت date معاين ممكن عن طريق معادلة date value وبعد كده احط double code وديده التاريخ في هيئة التاريخ فممكن ابدأ اكتب تاريخ عادي اللي هو احنا قلنا اليوم ده هيبقى يوم سبع وعشرين وبعد كده ممكن dash شهر اتناشر وداش عشرين عشرين واقفل double code وعين اقفل يبقى ده start بتاع sequence وبعدين عايز ال steps هتبقى واحد فممكن اتجاهلها واقفل على طول القسطة معادلة sequence ودوس enter زي ما انت شايف جاب لي تواريخ بالشكل الحراك شايفو ده وبعد كده لو هنا مثلا كتبت معادلة day قبل التاريخ وقفلت الناحة التانية فهيديني الارقام فادي يوم 27 28 29 30 31 وبعد كده بدأ معايا الجمعة 1 يناير وهكذا طبعا الشكل ده معمول بشكل بطريقة manual مش هيصمد معايا لو حاولت اغير الشهور من هنا عشان نعمل كده في مجموع من المعادلات هتساعدني ان انا حدد بداية الشهر وتساعدني ان انا حدد يوم الحد دايما بيكون تاريخ ايه مهم عندي اعرف الحد بيبدأ فين وحتساعدني ان انا اعرف محتاج كام سطر يعني اخد بالك انا محتاج ايه من المعادلة محتاج اول حاجة انا محتاج كام اسبوع خمسة ولا ستة ولا سبعة السبعة دايما دايما محتاج كمان اعرف بداية يوم الحد ده كان تاريخ ايه غيران بيبقى من نفس الشهر او الشهر القبل فمحتاج احدد التاريخ ده اللي هو يوم الحد ومحتاج اعرف عندي كام اسبوع حيبقى في الشهر ده وبداية اصلا الشهر اللي بتكلم عنه هل هو شهر يناير فبراير او تافر دي مجموعة الخطوات اللي مطلوبة وهي هعملها خطوة خطوة وفي الاخر هنعتمد عليها جوه معادلة وكمان زي ما انت شايف انا جاهزت لستة بالسنين ولستة بالشهور طيب عشان اسهل برضو المعادلة ما تبقاش مكالكاعة قوي انا عايز ادي اسامي للسيلز دي يعني السيلز من اول سي تلاتة لحد سي سبعة عايز اديها اسامي والاسامي دي هي الاسامي اللي عالشمال اللي عالشمال بقى بتقولك يستارت ده بداية السنة او بداية الشهر وبعدين تاريخ يوم الحد وبعدين شفت شفت دي بتقولي انا الفرق بين اول يوم حد واول يوم في الشهر هم كام يوم هحتاجها في الحزب بتاعتي وبعد كده month days يعني الشهر ده فيه كام يوم هل هم تلاتين وواح تلاتين ولا تمانية وعشرين او تسعة وعشرين ده كل احتمالات اللي ممكن تكون موجودة في اي شهر من الشهور وبعد كده number of weeks يعني كام اسبوع يعني محتاج كام الكلندر تنزل معايا كام سطر كل دول محتاج احسابهم وحنشوف ازاي مع بعض دلوقتي هنحسابهم لكن قبل ما احسابهم انا هختار كده مع بعض بي و سي وعايز ادي اسامي يعني كل حزبة من دول حديها اسم اللي هو موجود في كولوم بي فممكن اعمل كده بمنتهى السهولة واروح على الريبن بتاع فورمولا والحتة بتاع define names بحاسمها create from selection لو اخترتها هو الواحده هيفهم بص كده حضرتك لقى ان انت عندك سيل فاضية على يمين ولقى ان على الشمال فيه سيل مكتوب فيها حاجة فقال لك from left فلو قلت اوكيه هيدي اسامي زي ما حاك شايف للسيل من اول C3 لحد C7 بص كده لما بختار C3 دني اسم هنا اسمه start لما اخترت C4 كتاب لي sunday او sun هنا ده shift وهكذا فممكن اكتب المعادلات وقبني بقى ايه كل معادلة على الاسم اللي قبله بدل معايد وزيد كمان ممكن عشان ال validation انا محتاج هنا validation عشان اختار من drop down فممكن برضو اسمي دول لستتين هيبقى اسهلي فممكن اختار ادي ال year كلها هاو اختارت ال year وكل تحتها وبردو create from selection فهم لوحده ان انت عايز ال year لان هي الحاجة المختلفة يعني هنا في اسم وهنا في ارقام ففهم ان انت عايز تسمي من top row فهقول له اوكيه نفس الكلام هختار الشهور كلمة month بالشهور اللي وراها وبردو create from selection برضو فهم ان انا عايز من top row فهقول له اوكيه فهنا هتلاقي بقى كل الاسامي اللي اختارناها ادي المنث وادي لو اختارت مثلا year ادي ال range بتاع ال year وهكذا طيب يلا نبدأ اول حاجة نعمل ال validation هروح من عند ال year واروح على data واروح على validation وخلاص بقى انا عارف اسم انا محتاج هنا السنين فهروح اقول له حركة انا عايز من lista وال lista دي اقول له equal واكتب على طول year لو عارفت اكتبها مظبوط اكتبها مش عارف ممكن تدوس على F3 اديك كل الاسامي فممكن اختار year واقول له اوكيه وادوس على اوكيه خلاص كده listة السنين بقت موجودة قدامك الشهر وعايز اعمل نفس الكلام هقول له validation وبرضو هختار list وحاجة هنا انا عارف انا عايز الشهر فهقول equal وف ثلاثة واختار من هنا حضرتك month واقول له اوكيه وادوس اوكيه هنا اختيارات الشهور خلاص بقت عندك من يناير لحد شهر ديسمبر وما عندكش مشاكل تعالى نبدأ بعد كده على طول عايز اجيب بداية الشهر انا هنا اختارت شهر تكست وهنا اختارت سنة ارقام عايز اجيب بداية الشهر وعايز اها رقم زي ما اتفقنا فعايز اجيبها عن طريق معادلة date value زي ما عملنا مع بعض دلوقتي وابدأ اكتب equal وبعد كده اكتب date تاني اختيار هو date value عايز مني تاريخ على هيئة تكست هفتح double code انا عايز طبعا بداية الشهر هتكون دايما يوم واحد فهكتب واحد وبعدين dash انا عايز بعد كده اديله اختيار اللي جاي من L ثلاثة عشان اعمل كده ممكن اقفل double code على one dash دي وبعد اعمل join عن طريق end اعمل علامة ال end كياني بقوله concatenate او join واختار L ثلاثة وبعد وراها كمان concatenate عشان هاختار بعد كده السنة بس قبل السنة محتاج كمان dash فممكن اعمل double code و dash و double code وبعد اعمل concatenate تاني وقل لو سمحت اديني السنة اللي جايا دي من هنا وبعد كده اقفل معادلة date value وادوس على enter انا قراد يعمل date type ان هو يبقى date فمديني هو 1-1-2021 طلعتها عن طريق السنة والشهر اللي هنا لو غيرت هنا 22 هتغير لو غيرت هنا الشهر اللي فبراير هتغير معاك فالدنيا كده ماشي تمام انا محتاج بقى اعرف يوم الحد اللي قبله كان تاريخه ايه يعني يوم 1-2-22 عايز اعرف يوم الحد اللي قبله على طول ده كان يساوي ايه طب عشان اعمل كده في معادلة ضريفة اسمها معادلة week day فلو كتبت معادلة week وبعد كده day واختار له بعد كده عايز السل اللي قبليها اللي هي C3 خد بالك لو اخترت C3 حيكتب لك start لان انا مسميها start فحقفل كده ودوس enter يبقى يوم الحد ممكن ارجع تاني بدل ما اعمله ديتا تايب ما اعملها date ممكن اخلي date type general يبقى يوم ال start ده اللي انا حبدأ فيه هو تلت يوم في الاسبوع تلت يوم في الاسبوع ده اللي هو 1-2-3 اللي هو يوم 3 فانا عايز تاريخ يوم الحد اللي قبل يوم التالي فما فيش مشكلة لو رجحت تاني اخدت سل بتاعت ال start وقلت له minus week day ودوس تأنتر متعالى نشوف دلوقتي التاريخ ده هنديني تاريخ كام ده هنديني تاريخ 29.01.2022 انا عايز بس ارجع بالتاريخ تاني لغاية يناير ولسنة 2021 لاني حافظ الايام هنا الداني يوم اخد بالك انا كنت عايز الحد يبقى 27 اديني يوم 26 فانا خدت ال start اللي هو 1-1-2021 وعايز اعرف ال start ده اطرح منه عاد الايام اليوم سهل ال start ده يعني كإني قلت والله انا ال start بتاعي هيبقى يوم الجمعة واحد واحد وعايز اعرف يوم الجمعة يمثل يوم كام يوم الجمعة ده يمثل يوم كام 1-2-3-4-5-6 فكإني خدت يوم واحد واحد وطرحت منه 6 علشان اصبط الدنيا تعال بص تانية لو شلت start من هنا هتلاقي فعلا ادى لك رقم 6 غير دي خليها general ادى لك فعلا رقم 6 اعمل undo undo لما طرحت 6 من 1-1-2021 ادى لك 26-12-2020 يبقى انا محتاج اجمع يوم عشان اوصل اليوم المظبوط فحقول له plus 1 يبقى الوقتي Sunday مدياني 27-12-2020 الوقتي عايز اعرف اتحركت كام يوم منتهى البساطة هطرح الاثنين من بعض هطرح start minus Sunday يبقى اداني اتحركت كام يوم اتحركت خمس ايام بعد كده محتاج اعرف انا عندي كام يوم في الشهر انا ما عنديش معادلة direct تعديلي كام يوم في الشهر لكن عندي معادلة هديني رقم اليوم بالنسبة للشهر يبقى انا عشان اجيب كام يوم في كل شهر لو عرفت اخر يوم في الشهر تاريخه كام وعرفت رقمه بالنسبة للشهر يبقى ده عدد ايام الشهر يبقى ده ممكن اتعامل عن طريق معادلتين المعادلة الاولى هي معادلة end of month هكتب equal a o بعد كده month وادو stop هختار برضو لstart لو اخترت ثالة سي 3 هكتب لي start هو ده انا عايزه بالزبط الارجومنت التاني هيقول لي عايز الشهر اللي انت فيه ولا شهر قبله ولا شهر بعده لو كتبت zero هيفهم ان عايز الشهرنا فيه لو عايز الشهر اللي بعده واكتب واحد اللي قبله minus واحد وهكذا فيبقى end of month وstart وزيرو دوس enter لو هنا قلبت ده الى تاريخ حيديك تاريخ 31-1-2021 ده اخر يوم في شهر يناير اللي احنا مختارينه طبعا لو غيرت هنا هيغير معاك عايز اعرف اليوم ده رقمه كام هكتب قبليه معادلة day وحقفل القوس من ناحية التانية على طول حيقول لي ده يوم 31 معلش غير تاني هنا وخليها general حيقولك ده يوم 31 وهو ده بالزبط العدد بتاع الايام اللي في الشهر بعد كده عايز number of weeks انا محتاج كام سطر عشان اوصل للرقم ده محتاج اجمع number of days والshift يعني الshift انا محتاج كام يوم قبله يعني 31 plus 5 لان انا محتاج هنا خمس ايام كمان يبقى انا عايز at least 31 plus 5 عشان اعرف انا محتاج كام سطر كل سطر يمثل سبع ارقام او سبع ايام يبقى محتاج اقسم على سبعة نيبقى هقول equal افتح قوس الاول وبعدين اجمع الخمسة اللي هي اسمها shift plus m days او عدد ايام الشهر اللي هي موجودة في السل C6 وبعد كده اقفل واقسم الاثنين على سبعة وادوس enter هيديني 5.1 يبقى انا محتاج خمس ايام وحتة الحتة دي لازم تبقى واحد فمحتاج اقربها هقربها عن طريق معادلة ceiling فهقف قبليها وابدأ اكتب ceiling math.math واقفل الناحة الثانية وبعد كده افتح قوس وبعد كده اجي على الاخر خالص واقفل وادوس enter اديني على طول 6 لو غيرت هنا مثلا وكتبت فبراير هتلاقي الستة دي بقت خمسة ادعاد الايام بقى 28 وطبعا تاريخ تتغير معاك فانت كده كل المعطيات اللي انت عايزها لمعادلة sequence بتاعتك بقت جاهزة تعالى نقف عند الكالندر وتعالى نكتب معادلة sequence او هيا كنت طالب مني انا محتاج كامرو عدد الاسابيع اختار بشكل مباشر nwk او كتابه لك هناو على طول number of weeks لانا كنت قريدين مجهزها فلما اخترتها اكتاب لك nwk بعد كده عندك رقم سبعة ده مش هيتغير باستمرار وبدل معادلة date value دي ساختارها واعمل backspace وبعد كده اروح اختار على طول sun day لاني هبدأ من sun day فكتب لي هنا كلمة sun day وانا كنت اعمل معادلة day قبليها هدوس enter كده خلاص بقت مظبوطة تعالى بقى نجرب نغير لو غيرت هنا وخليتها مايو هتلاقي الكالندر تتغير معاك وكل حاجة ماشي معاك بشكل جميل كده عملنا معادلة sequence وعرفنا ازاي نعمل الكالندر فاضل نعمل شوية formatting فورماتينج طبعا هنعملها عن طريق conditional formatting اول حاجة عشان اعمل شوية الفورمات اللي جانا عايزهم اول حاجة هايد من اول بي لحد دي right click واعمل hide وبعد كده هاختار ممكن اختار من اول 6 لغاية 13 وممكن اكبر شوية العرض زي ما انت شايف كده بتاع الصفوف واختار برضو columns من F لغاية L واكبرها شوية بالعرض وبعد كده لو اختارت هنا ممكن اكبر الفونت شوية بدل 11 ممكن اخلي 13 واقوله لو سمحت عايز الارقام لفوق وبعد كده برضو ممكن اختار المنطقة دي وغير لون الفونت ممكن اخليه رماضي غامق شوية مكان الاسود اخليه رماضي غامق شوية بعد كده عايز اعمل borders واخلي background اخلي فيه خلفية رماضي واخلي فيه تحديد للخلايا طبعا عشان اعمل كده لازم اعملها بconditional formatting لان زي ما اعتفقنا انا ممكن اختار شهر الشهر ده يكون محتاج عدد صفوف اكتر او اقل فبالتالي يعني مثلا لو اختارت هنا شهر فبراير مثلا على سبيل المثال هتلاقي عدد الصفوف اقل لو اختارت زي ما كنت مختار شهر مايو هايزود عدد الصفوف فعلشان حسب التغيير اللي يحصل اللي يكون فيه تغيير في الفورماتنج يبقى لازم اعملها بconditional formatting فهختار نفس الكلام من اول 6 لحد 13 ده اخصى مكان ممكن يوصل له الجدول بتاعي هختار condition formatting وهقول له new rule وهختار بعد كده format only cells that contains ومن على الشمال خالص هنا هختار no blanks يعني عايز cells اللي تكون فيها كتابة او فيها حاجة ما تكونش blank cells او cells فاضية وبعدين هختار format من format هروح على border هختار تاني واحد ولو سمحت عايز outline border هروح على fill هختار رماضي فاتح خالص زي ده وبعد كده هقول له ok وبعدين اوكي مرة تانية زي ما انت شايف عمال لي خلفية لونها رماضي وعمل زي ما حراك شايف ال border اللي حراك شايفه و تعال نجرب نرجعتين اختار مثلا شهر فبراير هتلاقي الدنيا معك بتشتغل بشكل كويس اهو صغر الجدول معك والدنيا تمام الحتة بقى الفضلالي فضلالي ان اخلي الجزء اللي ما يخصش الشهر يكون بلون الابيض يعني هنا ده شهر فبراير المفروض يبدأ من يوم واحد وينتهي في يوم 28 ولكن من اول واحد لحد ستة دول دول في شهر مارس ويوم واحد تلاتين ده في شهر يناير فدول محتاجين يبلون الابيض ويبقى لونهم يعني الكتابتهم مختلفة شوية عشان يبان ان ده ينتمي الى شهر اخر اعمل كده ازاي ممكن اختار اول صف اقول له برضو conditional formatting وبعدين اختار new rule وبعدين اجي هنا حضرتك هقول له نفس الكلام sales contains المرة دي بقى هقول له sell value وهقول له greater than greater than ايه؟ هقول له greater than سبعة تعال نفكر كده في اللوجيك ده اللوجيك ده بيقول ايه؟ والله في الصف الاول اي حاجة اكبر من سبعة هتكون غالبا ده خص الشهر اللي فات ليه بقى؟ لان هنا واحد وتلاتين ده اكيد يخص الشهر اللي فات من واحد لستة بتوع الشهر ده ولو يوم واحد بدا ده يوم حد هيبقى من واحد لسبعة فكلهم يخصوا الشهر ده فاي حاجة اكبر من سبعة اكيد تخص شهر فات يبقى انا هقول له من واحد اكبر من سبعة وبان اعمل فورمات بقى مختلف ممكن اجي عند الفيل وقول له لو سمحت عايز no color اعملي no color واجي عند الفونت وقول له لو سمحت عايز فونت افتح شوية انا كنت مختار رمادي غامق اخد رمادي افتح شوية وقول له كمان اعمله italic فحيبان ان ده حاجة مختلفة تخص شهر تاني اهو شال التحديد اللي عليه شال ال background الخلفية وعمله بالرمادي الفاتح وعمله italic طيب عايز اعمل نفس الكلام تحت ممكن اخد اخد بالك ان ده هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة ده اقل حاجة ممكن تكون موجودة يعني اربع صفوف ده اقل حاجة ممكن تكون موجودة للشهر فلازم اخر شهر اخر سطر هيبقى الخامس او السادس فهاختار عشرة واحداشر وحعمل برضو new rule conditional formatting new rule وحقوله بقى المرة دي نفس اللي عملته sales format only sales.contain نفس الكلام sell value المرة دي بقى هاختار منها ايه less than واقول له سبعة اي حاجة اقل من سبعة هتخص غالبا الشهر اللي بعده وبعد كده اقول له format وهعمل نفس الكلام اروح على fill واقول له لو سمحت انا عايز no color وحروح على font وقول له لو سمحت تعمله font بالرماضي الافتح شوية وعايزك كمان تعمله لي italic وادوس على ok وادوس على ok مرة تانية ودلوقتي اهو دا ما انت شايف ادي اللي يخص شهر مارس من واحد لحد ستة بقى من غير خلفية ولونهم كزا وتعال نجرب بقى اختار شهر مارس اهو نفس الكلام 28 فبراير تتغير وهنا واحد انت هتتغيره اختار شهر تاني تعال نجرب اكتوبر هتلاقي الدنيا قد يدخل سطر جديد ومع ذلك الدنيا ماشي معاك بشكل مظبوط انت كده خلصت كله تمام وعرفنا نعملها عن طريق المعادلات وعن طريق معدد sequence وعملنا الconditional formatting بتاعنا فاضل بس هداية العام الجديد ان احنا نشوف مع بعض معدد لت ونشوفها بتشتغل ازاي ونفهم ازاي ممكن نعمل calendar عن طريق معدد لت عشان نشتغل نفس الكلام باستخدام معدد لت انا خدت copy من الشيد الاوانية نسمها نيمز خدت copy سمتها لت ونعمش احي خالص زي ما هي بالزبط ولكن تحت هنا زودت الثلاثة اربعة sales دول عشان اوريك ازاي بشتغل معادلة لت الثلاثة عندي جدول صغير فيه المبيعات sales رقم 100 والcost بتاعتها 75 والprofit بتاعي 25 اللي هو حاصل الطرح ما بين 100 معينس 75 مدياني طبعا 25 افرد انا عايز اعمل نفس الكلام ده بس باستخدام معدد لت طب ايه اللي بيميز معدد لت ميزة معدد لت انها بتسمح لك ان انت تعرف variables زي ما احنا عملنا وسمينا المرة اللي فاتت بعض الحاجات ديناها اسامي واستخدامنا خاصية name زي ما ممكن اعرف حاجة جوا sheet او جوا excel workbook اسامي name معين لكن لت بتخليك تدي اسم جوا الفنكشن نفسها الفنكشن نفسها بتعرف جواها اسامي فتعالا نجرب مع بعض اول حاجة equal لت طبعا مفيش حاجة تاني لت غير لت هدوس tab طلب مني اول طلب ان اعرف اول variable اول name فاول name هسميه sales وبعين كاما عايز بقى ايه الvalue الassigned للسيلز دي ممكن ا assign value للنام ده فالvalue ممكن يبقى ادي له حاجة absolute value ممكن انه رقم 100 هو السيلز وممكن اقول له يحتوي على السيل بتاعت هنا اللي هي i17 هو ده الvalue لو سمحت ا assignها للسيلز نفس الكلام ممكن اعمل خد بالك ال screen tip هنا قال لك name 1 وبعين value 1 ده احنا عملنا خلاص ادي name 1 و value 1 بعد كده قال لك calculation هنا خلاص انا كده المانداتري بتاع ال let ثلاث حاجات name و value وبعد كده calculation بعد كده ممكن ازود name 2 عشان كده قال لك calculation or name 2 بعد كده name value 2 or calculation وهكذا خد بالك بي اقدر ازود زي ما انا عايز ولكن اخر step لازم تكون عبارة عن calculation كالكوليش ده ممكن تكون كمان هو ال end result اللي عايز بيطلع من let فانا سميت اول name خليته sales و assignت لي value لجوه ال cell i17 وبعد كده هسمي name تاني هسميه cost وبعد كده اعمل وممكن assign value اللي هي 75 اللي موجودة في cell i18 وبعد كده اعمل variable تالت اسمه profit والمرة دي profit مبني على حسبة الحسبة دي عبارة عن sales minus cost فممكن اقول له خلاص انت عارف ايه sales فهكتبله كلمة sales خد بالك انا ادى لك اسمه جنبيه حرف x ده معناه ان ده اسم متعرف جوه let فممكن استعمله وبعد كده minus cost برضه متعرف جوه let مفيش مشكلة خالص فقلت له profit name number 3 value assigned ليه هي عبارة عن قيمة sales ما تروح منه cost ممكن اعمل سهم يمين وبعد كده اعيز ال result النهائي هيطلع فين ممكن اديه اسم ال variable الاخير اللي هو profit فلو سمحت لما تحسب ال profit عايزك ايه تطلعه لي برا في كأز end result لمعادلة ال let بعد كده اقف ال let ودوس enter ادى لك حسبة ال 25 طبعا هتقول لي ما هي موجودة هنا بمنتهى البساطة لازمتها ايه ان هنعمل كل الكالكاعة دي ده كان مجرد شرح بسيط لما نشوف وحنا بنشتغل عليها وحنا بنعمل المثال بتاع الكالندر هتشوف قدية ممكن let تساعدك بالزبط زي ما احنا عملنا الخطوات عن طريق موضوع ال names بدل ما اضطر ان انا اعيد المعادلة نفسها خمس ست مرات موضوع ال names ده هيخليك تسهل الدنيا قوي انا هسيب دول هنا مجرد بس ده شرح بسيط لك لو حبيت ترجع له لما تدونلود ال excel فايل بس ممكن نزيله تحت شوية عشان لو حبيت تفهم let بمثال بسيط ممكن ترجع للمثال البسيط ده وتعال نعمل on hide هنا ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي المعادلات اللي هنا والاول هنهيد الكلندر بتاعتي دي خالص عشان هنعمل واحدة تانية على الجنب ونشوف ازاي ممكن نعملها على طول خد بالك انا حمشي على نفس الخطوات بالزبط وهسمي نفس ال variables دي بس جوا معادلة 3 وهستخدم نفس المعادلات اللي جوا دي فاول معادلة انا عايزها copy هقف هنا على ال cell اللي اسمها c3 وهاخد المعادلة اللي جواها طبعا معادلة اللي جواها من غير equal ctrl c وهقف هنا في الاول n وهبدأ اكتب let اول حاجة هسميها اول variable هسميه start همشي بالزبط نفس الخطوات فهسمي variable only start وهأساين لي المعادلة اللي كانت موجودة هنا في c3 وبعد كده كاما لو عايزت تفرج على output اللي هيتطلع لك من المعادلة دي ممكن تكتب له start عايز ال output عبارة عن start عشان اشوف اللي ما حسبته ده هيتطلع لي فين طلع لي الرقم ده لو اخدت هنا فرشة كده وقلت له لو سمحت ورهوني ازا date تبقى دي اول خطوة هوا عملناها بشكل ناجح هعمل undo وتعا نبدأ في الخطوة التانية هاخد copy من المعادلة التانية بنفس الاسامي خد بالك انا هسمي نفس الاسامي فبالتالي هرفير لنفس الاسامي اللي جوه معادلة لات وده بيسمحلك بيه عادي لان معادلة لات اي مبزتها يعني ملاش علاقة بالنيمز اللي موجودة جوه ال excel sheet فعشان كده هسمحلك تسمي نفس الاسامي برضو سميت الاسم الاول تعا نسمي الاسم التاني محتاج اعمل delete 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 عشان ابدأ ارجع تاني عند الحتة بتاعت name 2 فنيم 2 بالنسبة لي هسميه sunday هو sun نفس الاسم بالزبط خد بالك نفس الاسم علشان المعادلة متركبة كده ها خد بالك انا حبني على المعادلة اللي قبلها control v ادي المعادلة اللي قبلها بقوله weekday خدلي اللي موجود في start اللي هي انا اصلا معرفة هنا فالدنيا ماشي معاك كده تمام ممكن تعمل كاما اتفرج عليه في sunday اكتب له sun عشان تتفرج على output لغاية دلوقتي حيدي لك الرقم اللي احنا عملناه هنا او التاريخ اللي معمول هنا خد فرشة كده اه هو نفس التاريخ بالزبط undo تعال بقى نحسب shift اللي وراها هقف عليها و ادي المعادلة عبارة عن start minus sun تعال نقف عليها تاني نقف على مواد 3 همسح اخر واحدة كاما عشان اروح على name number 3 والمرة دي هسميه shft او اختصار للشفت و هتدي له معادلة shift وبعدين كاما و هلو سمحت اديني output اللي موجود لك في shift عشان اتفرج عليه مع بعض ادي لك رقم 5 اهو ماشي معك زي الحلاوة بالزبط زي ما احنا كنا عاملين روح على معادلة mdays متعال اخدها من جوا اللي هي day و end of month ctrl c من غير ال equal روح تاني على معادلة let backspace الاسم اللي بعد كده mdays هسميه mdays و بعد كده المعادلة day و end of month و عشان نتفرج عليها اكتب له برضو mdays و تقفل القوس و تدوس enter ادي لك 31 زي ما انت شايف اهو كل حاجة ماشية بالزبط نفس الخطوات اخر معادلة nwk جديد نقفل نوسمي variable نقفل المعادلة مقسومة الleo نقفل الغير اخش جوا let backspace و عشان امسح اخر حاجة موك اخر معادلة وبعد كده قامة تاني ولو سمحت تفرجني بقى على ال MWK عشان نشوف شكله وعمل ازاي ونقفل وندوس Enter ادى لك ستة نفس النتيجة بالزبط الدنيا ماشي معك تمام فاضل اخر حاجة ان انا بقى ابني الكالندر عن طريق معادلة جديدة المعادلة اللي كنا عملناها مع بعض وكنا سميناها معادلة عن طريق معادلة سيكونس وقابليها معادلة دي فهعمل ايه تعالى نروح تاني على المعادلة بتاعة لت وبعدين هعمل ديليت حالى اخر حاجة وبعدين اعمل كاما وابدأ اكتب معادلة سيكونس انا بس غلطت وانا بسمي الاسم ده المفودي باسمه NWK مش MWK فهسميه NWK وهارجع تاني تعالى بقى نسمي المعادلة دي انا هسميها كالندر هي دي اللي هتلاحها في الاخر خالص وبعد كده كاما ونديله بقى المعادلة اول حاجة كانت معادلة دي ويجواها معادلة سيكونس فجوا سيكونس كنا محتاجين اول حاجة number of rows number of rows قولنا ده عدد الاسابيع اللي موجودة في الشهر اللي هي موجودة في NWK وبعد كده كاما عايز مني ايه تاني في سيكونس تاني طلب عايز number of columns قولنا دايما هيبقى سبعة عشان ده اسبوع يبقى سبعة ايام وبعد كده عايز لستارت موجود جوه الـ variable اللي اسمه sun اللي احنا عرفناه في الاول خالص وقالنا له ده اول حد او تاريخ يوم الحد اللي موجود لان دايما نبدأ من يوم الحد فهديه تاريخ بدا يوم الحد والـ step هتبقى واحد فممكن اقفل وبعد كده اقفل معادلة days وبعد كده اعمل كاما وقال لو سمحت اخرجلي بقى الـ calendar هو ده اللي انا عايزك تخرجهولي فهم ان فيه variable اسمه calendar وبعد كده هاقفل معادلة let ودوس enter ادي بالزبط الحركي اللي احنا كنا عملناه الـ Danny starting يوم 26 والـ Danny الدنيا كلها مزبوطة فكده خلاص انا عرفت اعملها عن طريق معادلة let تعال نعمل بقى هنا تعالى نروح ناخد ادي المعادلة هاي الموجودة هنا معادلة let ممكن تختارها كلها control x مش عايزينها هنا وتعالى مكان معادلة sequence اللي كنا عاملناه هنا لوحدها نحط مكانها معادلة let بالكامل وندوس enter في الحالة دي حضرتك كل اللي موجود هنا ده انت مش محتاجه delete انت كل اللي محتاجه الستين اللي موجودين هنا عشان دول انا مستخدمهم في الـ validation لكن كل الخطوات دي خلاص كلها بقت جوا معادلة let قدرت تعمل report كامل عن طريق معادلة واحدة كل سنة وانتوا طيبين ادي الـ calendar بتاعت السنة الجديدة شفناها مرة ازاي عن طريق معادلة sequence وعملت خطوات في الاول عشان اجاهز نفسي واطلع المعادلة مزبوط واستخدمت فكرة الـ name زي ان انا اسمي اسامي variables معينة علشان تسهل علي بعد كده وانا بكمل في المعادلات وشفنا طريقة تانية ازاي ممكن اسمي الـ variables دي جوه معادلة let مرة واحدة واخط كل الكلام ده كله في single cell formula اسمها let وخلص الكالندر كلها عن طريق معادلة واحدة يارب تكون مفيد لكم سنة سعيدة ونكون سنة طيبين واشتركوا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته